وفي ذات الملف يثير غموض موقف زعيم التيار الصدري مقدد الصادر من مشاركته في انتخابات المحلية العراقية هواجس قوى الإطار التنسيقي وفي مقدمتهم زعيم اتلاف دولة القانون نور المالكي الذي قرر خوض هذا الاستحقاق بقائمة منفردة بعيدا عن التحالفات السياسية فيما كشف اتلاف الناصر بزعامة حيدر العبادي عن إمكانية إحياء تحالفه مع تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم ورغم أن هذا القرار يعكس خلافات بين قوى البيت السياسي الشيعي لكنها لم تخرج إلى الواجهة نتيجة الموقف المشترك من ضرورة سحب مبررات عودة زعيم التيار مقدد الصادر إلى المشهد السياسي مجددا فأن المراقبين يتحدثون عن رغبة المالكي وقد يكون اختبارا للصادر لمعرفة موقفه من مشاركة تياره في انتخابات مجالس المحافظات ترجمة نانسي قنقر